اشتركوا في القناة حالة كبيرة جدا من التوتر في العلاقة بسبب عدم عودة اللاعب الى القاهرة في الموعد المحدد وايضا ارسال انذار للنادي بسبب مستحقاته المتأخرة ومن ثم تهديده بالرحيل عن المارض الابيض وشهدت الساعات الماضية مفاوضات مكثفة بين حازم فتوح وكيل اعمال سيف الدين اجبيري وابراهيم عبدالله عضو لجنة الادارة من نادي الزمالك السابق ومستشار ادارة التسويق الحالي لحقيقة ان الجلسة دي استمرت لمدة خمس ساعات وكان فيها اعضاء مجلس ادارة نادي الزمالك وابرزهم كابتن احمد سليمان وعمر ادها مهاني شكري وانتهت بحل الازمة بين الطرفين وانتهت ازمة سيف الدين الجزيري مع نادي الزمالك ليتأكد استمرار اللاعب مع نادي وعدم فسخ التعاقد بعدما كان يحق لللاعب الفسخ نظرا لمرور خمستاشر يوم على الانذار الذي ارسله النائل النادي بسبب مستحقاته المتأخرة خلال هذه الفترة بيعمل لمجلس ادارة نادي الزمالك على توفير جزء من مستحقات الدولي التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق وده اللي سددها لللاعب فور العودة الى القاهرة خاصة ان سيف الدين الجزيري ارسل زي ما بقول لحضراتكم انذار للزمالك وده كان بسبب تأخر حصوله على مستحقاته وهو الامر اللي كان بيمنح اللاعب حقية فسخ تعاقده مع النادي في حال عدم حصوله على مستحقاته وبيرغب نادي الزمالك خلال هذه الفترة في انهاء كافة الملفات المالية العالقة من سداد باقي مستحقات اللاعبين المتأخرة زي ما بقول لحضراتكم كان تم بالفعل صرف جزء من المستحقات وده طبعا يعني النادي الزمالك عايز يحل كل هذه الازمات قبل موعد مباراة السوبر الافريقي امام النادي الاهلي والمقرر اقامتها يوم 27 من شهر سبتمبر الحالي وهتكون في المملكة العربية السعودية وده من اجل طبعا توفير الاستقرار للفريق تمهيدا لانطلاق الموسم الجديد على سعيد اخر بقى يعني يمكن مستر جماز المدير الفني لفريق نادي الزمالك بيحاول خلال هذه الفترة طبعا مع الادارة ان هو ينتهي من اندمام جميع الصفقات اللي هيتم ابرامها لمعسكر الفريق المقام حلام في الاسكندرية وبيرغب طبعا المدير الفني ان تحسم الادارة ملف الصفقات بشكل سريع لاندمام اللاعبين في اسرع وقت للمعسكر وقت تجهيز للموسم الجديد وايضا لمباراة السوبر يمكن الناس كلها كانت بتتكلم خلال الساعات الماضية عن القيد والقيمة الافريقية طبعا حضراتكم عارفين ان انتهت طبعا ازمة القيد لنادي الزمالك ويمكن بقى القيد في القيمة الافريقية طبعا شوفنا فيه يمكن نادي زمالك اعلن امبارح بالفعل عن صفقة المغربي محمود بن تايك ولكن لم يتم قيده في القائمة الافريقية ولكن هيكون طبعا متواجد ان شاء الله مع نادي الزمالك في السوبر الافريقي ولكن لم يتم طبعا قيده واللي طبعا لعدم وصول البطاقة الدولية لللاعب لنادي الزمالك حتى الان ويمكن كان فيه مفاجآت ايضا شوفناها في القيمة الافريقية وهي طبعا يمكن تسجيل اللاعب احمد فتوح ويمكن شوفنا ايضا مفاجآت كتيرة في القيمة الافريقية هنشوف طبعا خلال الساعات القادمة ايه الجديد في نادي الزمالك يمكن شوفنا كمان خلال الساعات الاخيرة يمكن صفقة اشرف بن شرقي رجعت تتردد تاني بقوة داخل صفوف نادي الزمالك وده طبعا بعد كده يعني احتمالية عدم تواجده في صفوف الريان القطري خلال المرحلة القادمة هنشوف هل هيستجيب اشرف بن شرقي لمطالب نادي الزمالك هل هينزل بسقف توقعاته عن الراتب اللي هيحصل عليه من نادي الزمالك هنشوف طبعا كواليس الساعات القادمة في نادي الزمالك هتصفر عن ايه ودي كانت تغطية خاصة من داخل صالة تحرير اليوم السابع تزورونا ومزيد من تغطيات رياضية اخرى على مدار اليوم وشكرا لحضرتكم